أول كتاب الحكومة الإسلامية إذا بتفتحه بيقول الإمام الخمينة في أول كلامه يعني بالمحاضرة الأولى إن ولاية الفقه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان بمعنى أن من عرف الإسلام عقائد وأحكاما يرى بداهتها إلا أن وضع مجتمعاتنا الإسلامية ومجامعنا العلمية على وجه التحديد حولها إلى نظرية حتى عادت تحتاج إلى برهان هذا بالمقدم يعني الإمام شو عم بيقول عم بيقول أنه في وضع للمجتمعات وللمجامع العلمية أو الحوزات العلمية